اهلا بكم في هذه التغطية العاجلة من تليفيزيون يوم السابع توفية منذ قليل رجل الأعمال الإماراتية الشهير ماجد الفطيم مؤسس مجموعة ماجد الفطيم وصاحب أحد الأكبر السلاسة التجارية في الشرق الأوسط ويعد الفطيم أحد أبرز رجال الأعمال العرب ولو مشروعك كبرى في عدد كبير من دول العالم رغم غياب رجل الأعمال الإماراتية الشهير ماجد الفطيم عن الظهور في وسائل الإعلام إلا أن شركاته العملاقة تتحدث عن نفسها ولها حضورها الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من بلدان المنطقة صنفته فوربز الشرق الأوسط في المركز السابع في قائمة أغنى مئة عربي لعام 2013 بثروة تقدر بـ 3.6 مليار دولار كما قدرت ثروته بـ 10.6 مليار دولار في عام 2017 ويعتبر أغنى شخص غير ملكي في الإمارات وثاني أغنى شخص عربي حسب إحصائيات فوربز احتل المركز الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغت ثروته 4.6 مليار دولار أمريكي عن أعماله في العقارات والتجزئة ظهر اسم المليار دولار الإماراتي ماجد الفطيم ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم في 2020 والتي نشرتها مجالة CEO World الأمريكية ورصدت فيها بالأرقام ثروات مليار دولارات العالم حتى تاريخ 28 فبراير 2020 أسس ماجد الفطيم مجموعة ماجد الفطيم التجارية في عام 1992 في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيح على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا واستطاع أن يغير مفهوم التسوق والترفيح وذلك من خلال إنشاء مراكز التسوق الحديثة والمتكرة التي افتتحت أولا في دولة الإمارات لتنتشر فيما بعد وتتوسع إلى 15 سوقا حول العالم يعمل فيها أكثر من 42 ألف موظف من 110 جنسية مختلفة و15 بلد مختلفة كما أنشأ ماجد الفطيم أول مركز تسوق في عام 1995 واستطاع من خلال شركته أن ينشر مفاهيمي وأفكاري إلى عدد من المدن الكبرى داخل دولة الإمارات وعبر عدة دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل سلطنة عمان البحرين ومصر ولبنان والأردن والعراق والكويت وغيرها لتتكون المجموعة من عدد شركات تخصيصية تكمل بعضها بعضا إلى أن إدارتها تجري بشكل منفصل تمتلك مجموعة ماجد الفطيمة التي نالت أعلى درجة استثمارية لمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط 27 مركز تسوق استضاف أكثر من 1.6 مليار عميل منذ عام 1995 و13 فندق تستضيف أكثر من 1.6 مليون نزيل سنويا كما تمتلك مجموعة الفطيمة أربعة مشاريع مدن متكاملة والعديد من المشاريع قيدة الإنشاء وقد عقدت شراكة حصرية مع أكثر من 100 علامة تجارية في مجال الموضة والأزياء والبيع بالتجزئة كما استحدثت شركة مجد الفطيم باعتبارها الشركة الرائدة لمراكز التسويق والتجزئة والترفيع عملاق سلاسل التجزئة الفرنسي كرفور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد توقيعها اتفقية امتياز مع الشركة وتدير كرفور حاليا أكثر من 90 هايبر ماركت كجزء من أعمال مجد الفطيم في قطاع التجزئة وأكثر من 120 سوبر ماركت في 15 بلد بالإضافة إلى مدجر إلكتروني وتخطط الآن لتعزيز وجودها قريبا في 38 دولة في الشرق الأوسط وأسيا الوسطى وإفريقيا وروسيا وأنها تتمتع بالحقوق الحصرية لامتياز كرفور مرة أخرى في هذا الخبر العاجل توفي منذ قليل رجل الأعمال الإماراتية الشهير ماجد الفطيم مؤسس مجموعة ماجد الفطيم وصاحب أكبر السلاسل التجارية في الشرق الأوسط ويعد الفطيم أحد أبرز رجال الأعمال العرب وله مشروع كبرى في عدد كبير من دول العالم إلى هنا تنتهي هذه التغطية العاجلة من تلفزيون اليوم السابع شكرا لكم وإلى اللقاء